أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقضة للحياة يعد حكما بالإعدام وعقابا جماعيا وخدال لقائه وكيد الأمين العام للأمم المتحدة كبيرة منسق الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة سايجريكاق حمل أبو الغيط المجتمع الدولية المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة بسبب الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل لممارسة العدوان على هذا النحو البشع والمجرد من الإنسانية هذا وشدد أبو الغيط على أن الأولوية القصوى الآن تقوم على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف لنزيف الدم والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في قطاع غزة